اشتركوا في القناة تكليفا لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بحصر المناطق الاكثر تضررا في المملكة جراء الانطار ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بالاجراءات التي اتخذتها في التعامل معها بالاضافة الى اجراءاتها لضمان عدم تكرار مثل هذه الاضرار الناجمة عن تجمعات المياه في المستقبل واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان كل امر يتعلق بالمواطن لزاما ان يكون محور اهتمام الوزرات والاجهزة الحكومية ويجب تسخير كافة الجهود والامكانيات في سبيل ذلك ووجه السموه الى تقييم سرعة التعامل مع تجمعات الانطار خلال هذا الموسم وتطويره في المستقبل